موسيقى موسيقى برحمة فيك مشاهدة العزيزة ومشاهدة العزيزة إلى حلقة اليوم من برنامج الإيمان اليومي زوجتي كارلا وأنا أسيس إلي كرام نتمنى لك ونتمنى لك إليك كمان أحلى الأوقات برفقتنا باسم يسوع ونحكيك كلام جميل ومشجع لأن كلمة الله حلوة والمسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة كيفك اليوم؟ أنا كتير منيحة وأنا كمانا برحب بكل اللي عم بيسمعونا واللي عم بيتابعوا برنامج الإيمان اليومي أحب شارك شغلي صغيري تأملت فيها عن غاية الوصية وغاية الإيماننا نحن في كتير ناس ضيعت الغاية واستعملت الإيمان أو الوصية بس أنه لمصلحتها الشخصية ولكن الكتاب المؤدس بيحدد لنا أنه أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء إذا كان المحبة ثم المحبة ثم المحبة هذه هي الهدف من كل الكتاب المؤدس إذا أنت بتفكر حالك أنت بتآمن بالكتاب بالله ولكن ما في قلبك محبة تجاه خيك وكرهه وبغضه للموت ومتمنى أي لحظة حتى تنتقم منه فأنت ضيعت غاية الوصية فإرادت بهذا الوقت وهذا اليوم تقرر أنا يا رب سمحني على اللي قطع وأنا بدي عيش غاية الوصية اللي هي أنه محبة طاهرة من كل القلب عمين نبدأ لك يا كمان بتقلي اليوم أنا مدية آيمين علي كل الناس حتى الأقرب المقربين إلي اليوم آيمين علي لك مش مهم مين آيم عليك المهم مين معك بالكتاب بقول شو منقول لي هذا إن كان الله معنا فمن علينا قال والذي لم يشفك على ابنه يا ما لم يشفك على المسيح بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء نحنا مشكلتنا أنه بدنا نحل الأمور بأمورنا بأيدينا بطرقنا الكتاب المؤدس بيقلك اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موضع قدمين أنت قعد رتاح سلمني الموضوع سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري أنت يقول له يا رب أنا بدي سلمك هالمشكلة مش عارف حلها عم تطعبني ارميه عليه ممكن كل همكم عليه لأنا هو شو يععتني بكم آمين هذه صعبة عند ناس وناس صراحة أنه يقدروا يقعدوا على جنب ويتفرجوا شو عم يعمل الرب لأنه خاصة أن الناس اللي حركة وأنا بدي حل الموضوع لحالي وأنا بدي زبط ومش تصير الأمور بده صبر بده صبر ياما ناس قال يزرعوا الزريعة كل يوم شو 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 كبرت يا خي لا أتركها عطيها وقتها بده وقت المرأة تتمنى أنه تولد بشهر بس بده تسعة شهر إذا ولد ياما ناس ولدوا ولدهم شهر الخامس كمان بكير بس عانوا يا رب دخيلك يعيش وعاش الله يعطينا الصبر كلما آمين بدنا الصبر فعرف أنه حتى عدائك اللهم اتنفيون بتقلي أنا عم بي بظهر حالي من بره أنه كل شي تمام وبقلب من جوا مخزق والعالم فكرني أنا مبسوط لدرجة أنه بتلاقي في ناس كوميدية من أحد الكوميدية المشهورين بالأرض انتحر هو مصاب بالأحباط هو بدحك العالم كله شخص أملكاني المهم ما تكون مثل هيدا العم بيغني قال الغنية شو قال بإيدي المزامير وبقلبي المسامير قال أنا عم أعمل حالي أنه عم زمن وبقلبي المسامير أنه عينيه بتضحك وقلبي يبكي بدأي أقول لك سامح أمين أنت تكل على الرب سامح على الرب يغير كل الأمور أمين أمين شو بديك قولي التكل على الرب أهم شيء أهم كلمة قلتها أن التكل على الرب يا ريت كلنا من التكل على الرب أمين ومن نوسق فيه لأنه هي المشكلة ضعف السقاء أو بعض أمين أمين لأنه خطوات الإنسان تثبت من قبل الرب خطوات البار الله يقودك والذين ينقضون بيروح الله أولئك هم شو أولاد الله أمين الله يريد أن يسمح بكل هذه الظروف تي علمك شي درس تي علمك شي حلو نحن أيام كم نجرب نعلم أولادنا بس يتعلموا شي تاني مختلف مثلا مرة كانت بنتي غريسي صغيرة عم تحضر تلفزيون صور متحركة بالعربي فمرة قالت له شو؟ عم تحضر صور متحركة قومي قومي عمليك شغل قتها التركيا بالعربي تلقط لك كلمة تتعلم كم كلمة بالعربي نحن عايشين بأوروبا تتعلم عربي طبعا فبعد جمعة شفتها ماشي بالبيت عم تصرخ يالي الهاول يالي الهاول تلقطيلي من اللغة العربية غير يالي الهاول الله بس بده يطلع منا شي بده يعلمنا شي أمين لأن كل ما بيجري معنا يعلمنا والإنسان يتغير مما يتألم به ومما يتعلمه فياريت نحن نتغير مما نتعلمه أو نتجنب كل شهر وشبه شهر ما منجيب دموع لحالنا مضبوط فكرميل هيك يا ريت أن نكون حياتنا بشارة بشارة محبة بشارة بتصرفاتنا نظهر مش بك أوقات فيه كتير عالم تحكي بس تتحكي ولكن تصرفاتك تصرخ أعلى من كلماتك أمين فإذا أنا بكون عم بعمل يعني عم بحكي عن ناس تانين بكون عم بشر بالنميمة أمين فيا ترى شو عم بتعكس بتصرفاتك هل عم بتعكس بشارة المحبة والخلاص للعالم ضروري ضروري نقول له يا رب عبينا فرغنا من حالنا وفيد فينا يا روح الله فيد فينا هلأ أنا وجاي من ديارة في شخص من ليبيا وقفه راهي نحنا بنا نختنين فرصة شغلتنا أنه نقرز للآخرين هلواي اللي إن كنتوا لقوا بشر فمنين أنت عم بسأله أنا متحركة مرتبت له ما تتحركش فيه متستحيلة وبعدين منصير صحبة مع العالم مهم قلت له منين أنت من ليبيا وين عايش بأبروس قال لي بني كوسيا وقعدنا نحكي من هون من هون لهون وقلت له حضرني هيدا الويب سايت تبعي إليكرم دوت كوم فوت عليها أو كتوب اسمي بالعربي إلي كرم على الجوجل بطلع لك أنا حضرني وقلت له بعتلي من رقمك هاي قل لي هاي أنا فلان لفلانة ونرجع ونطلاقها كتب لي تشرفنا كتير وكذا وكذا وقلت له أنا تشرفت وإن شاء الله نطلاقها طلو أكيد نطلاقها تبدأ الحديث لا لدينا حديث أحزان من يسوع أمين المسيح قال تركنا بهالأرض لهدف واحد قال حتى نكون نور على منارة أمين قال أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم والملح يندق من قريب والنور ينشاف نبعيد يعني من قريب ومن بعيد ما لازم يكون وجين لازم يكون وجواح لذلك يجب أن نقول له يا رب كل يوم طهرنا بدمات ما بدنا نحنا نحيا بدنا يسوع يحيا فيا بقوله سأل لست أنا أحيا بل المسيح يحيا فيا أمين عندك شي رسالة بدك تقريها أمين هناك رسالة أمين هناك شخص بعثنا على الفيسبوك يقول سلام المسيح معكم أنا تقول لي صديقة الشذا التي كانت تطلب صلاة لأجلها من أجل أن تعود العلاقة بينها وبين زوج ديمي وتتزوج منه أنا صليت كثير من أجل أن تعود الأمور بيننا مثل السابق لكن الأمور لن تتحسن أبدا بساءت أكثر وكلما أكثرت من الصلاوات كلما بتعادت عنه أكثر وأصبحت ديمي عند كثيرين ولا يتقبل أي كلمة من بعد أوكي فلنا الموضوع مشاكل عائلية في شي غيره مش مشاكل عائلية أنه هو عم تطلب حدا يتقرب يتجوز منه ولكن ما عم تثبت عم تسوق الأمور أكثر شو بتحب تقول لهم له هيدول الأشخاص حنصلي الرب يغير الوضع خلينا ما بقى في وقت أنا بقول إذا الرب عطل الموضوع إن لم يابني الرب بالبيت معناته الرب ما بدونه إذا الرب سمح إذا أنت مش متجوزين سمح بها الخلفة يمكن مش مشيئته إذا ما في علاقة ما في سلام إذا أنت مريد رفع إيدك للرب أو حط إيدك مطرح المرض إذا عندك مشاكل بالقلب عندك مشاكل بالمعدة على عينيك على رأسك بدك حكمة يحط إيدك على رأسك يا رب شفاقك على الجميع بإسم يسوع شفاق شفاق مجدك على الجميع يرى منصلي يا رب كل واحد تعطيه سأل قلبه اللي عنده مشاكل عصر هضم بإسم يسوع السرطان بالإمعاء يزول بإسم المسيح شخص عم بيصلي معي عمرك 57 سنة عندك مشاكل بالبروستات شفاق 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 بإسم المسيح اسمك فادي شفاق على فادي بإسم يسوع شفاق على الجميع بإسم نصلي للينا بكندا واختها عيدا كمان منصلي لمارك كمان تحلله مشاكله بالشغل شلوه من الشغل أنت تعودله بأشغال وبلسم إن جيزيس نين باركه وبارك لينا وعيدا وعيالهم صلي لخيهم مشاكل عائلية كمان أنك أنت تحلله كلمين مارك بمشاكل عائلية وضيقات عائلية شفاق على الجميع بإسم الرب يسوع آمين نشكت لأنك سجابت آمين لحظاتكم منتابع ما تغيروا المحطة خليكم معنا مفضل قبل نرحب فيكم بالاسم الثاني من برنامج الإيمان اليومي وأنا بعتبر هيدا امتياز جدا رائع لإلي تحتى شارككم بكلمة الرب أخبركم قديش الرب صالح قديش هو وصياه أمينة ومحضر لنا بركات عظيمة من خلال كلمته أحب أخبركم أنه بالكتاب المؤدس بيخبرنا عن الحرية المسيح هدفه من كل اللي عملوا بحياتنا حتى يحررنا يحررنا من العبودية، عبودية الخطيئة اللي كانت مكابلتنا المسيح بيقول بالكتاب المؤدس قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار هيدا الحرية يلي عطانا إيها المسيح كلفته دمه كلفته حاله على الصليب هو بكل لحظة كان عم بكمل طريق الصليب كرمالت حتى يحررنا ويعطينا حياة أبدية فأنت كيف تتجاوب قدام هيدا المحبة العظيمة يلي قدام لنا إيها المسيح كيف بتوقف قدام هيدا الحرية هل يا ترى لما الرب يعطيك الفرصة ويقلك تعال إلي أنا بدي حررك بدي علمك أنا أشبه علاقة المسيح فينا بعلاقة البي مع أولاده أو علاقتي أنا مع أولاده ففعلا أنه أنا اللي بحسه لما أحكي مع أولادي أنه بدي الأفضل لقلهم بدي أرشدهم الطريق الصحيح بيقلهم يا ماما هيدا مش منيح هيدا منيح يعني بتمنى بتمنى أنه يسمعوا مني وهيك المسيح بيقلنا بالكتاب المقدس بيقلنا أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في الطريق تسلك فيها ليتك أصغيطة ليوسياي يا ريت نسمع لي وصياه لأنه في وصياه في حياة هو كنهر ساعته فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر وكان كالرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشائه لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي هيدا الرب اللي بيقلنا يا اليوم أنا بدي علمك أنا بدي فهمك الطريق يا ابني ما تقسي قلبك يا ريتك بتسمع لوصياه كل أم وكل بي بيعرفوا قديش الوصية قديش بتكون طالعة من القلب والرب كمانا فعلا وسيته طالعة من القلب هو بدي يعطينا نهر سلام كنهر بدي يعطينا بدي يعطينا البر كلجج البحر يعني مش متل كأنه مش شقفة بر مش هيك شي صغير من البل كلجج البحر بدي يقدم لنا بركات حتى لا توسع ولكن وين دينينا يا ترى؟ خلينا نسمع لأله خلينا نصغل وصياه وهو مش بس بده يعطينا بر وسلام بده يباركنا بده يحسن إلنا ويبارك ذرية أحشاءنا بده يباركنا فهل يا ترى نسمع لأله؟ هو كمانا كيف يا ترى مناخد هالبركة منه؟ هو بيقفسه سواحة بيقول أنه بده يخلصنا من الموت بده يحررنا قال هو كمانا بيقول بالكتاب المؤدس بالعهد القديم كيف دعا شعبه قال أطلق شعبي حتى يعبدوني هو هدفه أنه أبدا ما نكون تحت عبودية ولكن منشوف أنه الناس الشيطان بيتضحك على كتير عالم وبيخدون بيستعبدون يمكن بالسكر بيستعبدون بشهوات للأسف ولكن إذا طلعنا فيه الوقت ما بيفوت ما فات أنه نرجع عن طوب ونرجع لقلو وناخد هالحرية ونتمتع فيها بتعرفوا أنه أوقات كتير البواخر الكبيرة بتوقف وبيحطوها على الشط بشغلة صغيرة من قدام يعني بيربطوها فبتكون كل هالباخرة مربوطة بشغلة صغيرة وتشدها فحتى تتحرر هذه الباخرة حتى لو كانت صغيرة هذه اللي بيشدوها فيها أنه بتربطها كلها فأوقات خطيئة صغيرة بحياتنا ما نفوتها على حياتنا بتسرق لنا سلامنا بتسرق لنا هالشيء اللي رب قاصده بحياتنا أنه يعطينا يه فمنها مستاهلة وأوقات كتير كرمال ناس حوالينا منسيرون أو منعمل قصص يعني مسيارة لقلون منخسر هالبركة اللي الله محضر لنا إياها فهل يترى نأخذ هيد البركة لحياتنا هل يترى منفكر بالكلمة ينعرض علينا شيء منفكر قبل ما نخطي هالخطوة حتى ما نتعرض لهيد المشاكل فقبل ما تاخد أي قرار بحياتك وقاف قدام الروح القدس قلوه يا روح القدس يرشدني يا ما في ناس فوتوا حالهم بتجارب وصعوبات بس لأنه تسرعوا مظبوط التسرع بوصلنا لقرارات نحنا ما بدنا إياها لأوقات لقيود بتكون معلش جربة لهيد الشغلة وفجأة صار مدمن مخدرات مظبوط بتبلش هيك ما عليش تجرب هالسيجارة بعدين ما بقى قادر اتركها ما قادر ياريت فيه اتركها يمس معناها من أشخاص كتير هو كرميل هيك ياريت منفكر قبل ما نعمل أي شيء نسأل الروح القدس أنا كتير بحس قوة الروح القدس ونسأل الروح القدس كتير شغلة مهمة بحياتنا كل يوم نفعلها حتى لو بأصغر التفاصيل كرميل هيك عم نقلكم أن الإيمان اليومي هو مش إيمان مرة بالجمعة إيمان يومي إيمان نستخدمه كل يوم نقل له يا رب اهدينا كل يوم على طريق صالح اهدي خطواتنا حتى نعيش لإلك مقدسين أنا مبسطة كتير أنه شاركتكم بهيد الكلمة البسيطة أنا متأكدة أنه يعني الرب قادر يتكلم لأشخاص إذا حسيت هايدي الكلمة لمستك إذا حسيت أنه الروح القدس عم بيهمس لقلبك لأصص كبالتك بالماضي ما أنه طويلت ما أنه يعني مش فاتك القطار ولكن الوقت إذا حسيت الروح القدس عم بيتكلم لألك قل له يا رب أنا بقيود أنا عايش بقيود خطية معينة أنا بدي مساعدتك ويقول الكتاب المؤدس إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكون أحرار لذلك تمسك بالرب وعطيه وقل له يا رب أنا أريد أنك تحررني بدي اسمع لوصياك بدي اسمع لتعليمك بدي انتفع منك يا رب لأنك أنت البابا تبعي لأنك أنت أبا القاب يلي بتهتم لمستقبلي ولحياتي في كتير عالم بتقول أنه أنا ليك وين وصلت تعرف أنه مش الحق على الرب مش للرب اللي وصلك هاي دي كلها قرارات أنت قررتها بحياتك حتى توصل للموصيل اللي أنت وصلت هلا كل شيء بحياتنا اليوم وصلنا له هو بناءا عن قرارات نحن قررناها بالماضي وقلنا أنه هاي دي هاي دا حتى سيارة يمكن أي سيارة بتقرر أنه بيك تشتريها بتقرر أنك بتشتريها لأنك أنت قررت آخر شي بتخدك لأنك أنت قررت أن تشتري هاي دا النوع السيارة فكريميل هيكي قرر صح حط بقلبك أنه أنا يا رب بدي استشيرك قبل ما قرر إذا ما بتعرف تقرر صح حتى تعيش وتتمتع بحرية المسيح لأنه بحرية المسيح في فرح في ازدهار إذا سمعنا لوصياء هو يعطينا كنهر سلام بيعطينا كمانا أنه بر كالجاج البحر شكرا على استماعكم شكرا جدا لأنه هاي دا الكلمة سمعتوا ويريت أنه فعلا تكون عم بتصلي بحيدا الوقت تقولوا يا رب أنا أريد أنه أتمتع بهيد الحرية اللي أنت عطيتني إياها وكاملوا معنا مخلص البرنامج بالفقراتين موسيقى 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 يوما فيوما فيوما كنت أمينا معي يوما فيوما فيوما لم تنسني موسيقى 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 يوماً فيوماً أنت رفيق عمري يوماً فيوماً فيوماً لست وحدي يوماً فيوماً طول قريب كل الحياة سوف أورم مشتكاً أشهد عن دركاً أرفع 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 عصمكاً يوماً فيوماً 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 يوماً فيوماً يوماً فيوماً فيوماً كنت آيناً معي يوماً فيوماً فيوماً لم تنسني لا لم تنسني يوم خيوم طور طريق كل الحياة أنت دائما معي في طريق مرشدي مشتك 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 لسمك عش مشاهدة العزيز مشاهدة العزيزة وصلنا لنهاية الحلقة ما فينا غير نشكر الله على الفرصة اللي عطينا إياها منصلي حتى أنه هالكلمات اللي زرعناها بقلبك وبحياتك تقع في أرض جيدة وتأتي بثمر مئة باسم ميسو أمين؟ أمين إذا بدكم شي تبقوا تصلوا فينا تحكونا بعطونا على إليكرم.com أو أي شي على البرنامج أو على إليكرم فيسبوك قلونا شو بدكم ونحن نصلي لكم ولكن إذا ما بتعرف الرب مخلص صلي معي زوجة كار لو أنا منتفق معك قال له يا رب خلصني باسم المسيح أنا تعبين مش عم بقدر نام بسبب الخطايا والهموم طهرني بدم المسيح وعطيني حياة أبدية الآن أنا بعلن المسيح مخلصي وفادية وربي وإلهي أمين صدق إن صليتها الصلاة الصغيرة إنه رب سجيب ونقلك من الموت إلى الحياة توقع انفجارات من البركات الروحية الجسدية المادية وإنه الله يقودك كل يوم من مجد إلى مجد إلى صورة المسيح عينا حتى نلتقي بالحلقة المقبلة كل الأمنية الحلوية ربي بارككم جميعا باي باي